موسيقى حلقة جديدة من برنامج تيكي تاكا البرنامج الرياضي الذي يطل عليكم عبر قناتي الآن ويواكب كافة الأخبار الرياضية وأبرز الشائعات على الساحة الرياضية العالمية في حلقة اليوم نكشف لكم تفاصيل العرض الخرافي الذي يحضره ريال مدريد الإسباني لضم النجم المصري محمد صلاح كما نستطلع آخر الأخبار التي تتحدث عن نية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الدخول على خط انتداب النجم الفرنسي كيليان مباري أهلا ومرحبا بكم البداية طبعا رح تكون بالترحيب بمراد المصري الصحفي الرياضي أهلا فيك مراد في حلقة تيكي تاكا أهلا فيك ذكرت معلومات صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر رفع عرضه المالي للحصول على خدمات محمد صلاح مهاجم ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وذكرت صحيفة سبورت مول البريطانية أن ريال مدريد مستعد لتقديم مبلغ قياسي بقيمة تصل إلى 152 مليون جنيه سترليني من أجل التوقيع مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وأفادت هذه المعلومات أن ريال مدريد على استعداد لزيادة عرضه المبدئي البالغ 134 مليون جنيه سترليني إلى 152 مليون جنيه سترليني من ما سيجعل صلاح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي مراد هل سيكون محمد صلاح الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد قريبا؟ أعتقد لو تمت سيكون مصدر فخر جديد أيضا لنا كعرب أنه لاعب تصل قيمته بهذا الحجم الشغل الثاني هو أنه اهتمام ريال مدريد باللاعب بحد ذاته يعني أمر يعكس مستويات صلاح المتعلقة وأنه ليس لاعب الموسم الواحد كذا موسم استمرارية بالعطاء واستمرارية بالتألق أعتقد أن ريال مدريد يدرك أنه ما بعد ميسي ورونالدو قلائل اللاعبين الذين قادرين أن يخلفوا هذه النجومية صلاح لديه ندش كروي حقق لقب دولة أوروبا وهو قريب من لقب الدولي مع ليفربول أعتقد أنه في حال فوزه باللقب هذا سيمنح ريال مدريد فرصة لمحاولة اقتناس اللاعب على اعتبار أنه أكمل جميع ما يريده مع ليفربول تماما المعلومات تقول بأن صلاح ربما يرفض العرض لأنه يتمنى اللاعب مع برشلونة هل ترى هذا الموضوع واقعي بأنه سيفضل برشلونة على ريال مدريد حتى لو كان هذا العرض فلكي مثلا من ريال مدريد أعتقد أنه لا السؤال الأول هو القرار هل يريد الرحيل عن ليفربول وليس له علاقة برشلونة أو مدريد بقدر ما هو مع ليفربول واستمرارية يورغاني كلوب لأنه اللاعب أبدع وقدراته متميزة مع ليفربول تحديدا الذهاب إلى بيئة مختلفة ممكن يكون تحدي صعب لمحمد صلاح تماما هل ترى بأن ريال مدريد بحاجة تلاعب مثل صلاح بعد انتداب هازرد وأسماء كبيرة أيضا أعتقد أنه بحاجة لأسم كبيرة يا مدريد لأنه حتى هازرد حتى التعاقد مع تأخر يعني التعاقد مع بهذا العمر يعني هازرد ليس كما قبل ثلاث سنوات ممكن أو سنتين صحيح أعتقد أنه مدريد يجب أن يبحث لأسماء قادرة للتعويض أسماء كبيرة ولديها خبرة أهم من أسماء الصعادة تماما سنبقى في أجواء ريال مدريد بدأ نادي ريال مدريد الإسباني يشكك في إمكانية استمرار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة بالرغم من تصدر الفريق جدول الدور الإسباني حتى الآن ويدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد فكرة الاستغناء عن خدمات زيدان في نهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مدرب جديد بدلا منه لتولي تدريب الفريق ووضع رئيس الريال عينه على المدرب البرتغالي نونو سانتو حيث ينال مدرب وولفر هامبتون واندررز إعجابه بشدة بسبب العمل المميز الذي يقدمه مع الذئاب ويملك بيريز علاقة جيدة بوكيل أعمال المدرب البرتغالي خورخي مينديز وهو ما قد يسهل صفقة المدرب المستقبلي لريال مدريد نونو سانتو يعني يبدو أنه قريب من ريال مدريد ويبدو أن العمل الذي يقوم بزيدان لا يلقى إعجاب أو إشادة بيريز ممكن لأنه بيريز اعتاد بهذا توقيت الموسم يكون أقال المدرب دائما يعني اعتاد أقالة المدرب تغييرات مستمرة ولكن هو بيريز ملتزم مع زيدان لأنه هو الذي عاده التزم معه بخطة معينة طبعا فيه كواليس لا نعرفها حول الأسماء التي هو عاده بضمها لا أعتقد أنه سوق الانتقالات الماضي كان مثالي لريال مدريد وهذا ممكن للأمور التي تجعل بيريز يعني يصبر على زيدان من ناحية أخرى نونو سانتو هو مدرب ممتاز ولكن لم يدرب فريق ينافس على ألقاب يعني وولفر هامتون طموحه يكون في متوسط الترتيب أي نتيجة يحققها هي نتيجة إيجابية ولكن هل يكون قادر على تحمل ضغوطات لريال مدريد هذا السؤال لكن نونو سانتو يعني تفوق في الدور الإنكليزي يعني يحقق متائج لافتة أخرها كان الفوز على ماتشستر سيتي في معقل وفي ملعب الاتحاد وهو ملعب صعب جدا ويبدو أنه لديه ما يقدمه نحن يحقق نتائج لافتة ولكن على مدار الموسم وولفرهامتون كم ترتيبه ما حقق وولفرهامتون هو جمهل هيروس السعيدة ريال مدريد، تعادل أو خسارة حالياً هون ما صدر الترتيب بريال مدريد والجمهور غير مختنعة فما بالك، ممكن لوهما متوسط الترتيب، ما كنت يكون هناك الوضع صحيح أصبح ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية وقالت صحيفة دسان البريطانية أن ريال مدريد سيتعقد مع لاعب خط الوسط الدنماركي في يناير كانون الثاني القادم وذلك بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران القادم ووفقا لما نشرته هذه المصادر فقد قرر وكيل أعمال اللاعب الاجتماع قريبا مع قادة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الشروط والتفاصيل إريكسن يبدو أن ريال مدريد يحتاج لعبة لإريكسن كيف ترى هذه الصفقة؟ هو يحتاج ومن ناحية أخرى الإدارتين المدريد وتنهام كالموسم الصيف الماضي الانتقالات كارثية لتعامل بمشاعر زائدة ممكن أن يبقى على إسكو مع ريال مدريد فقط بسبب أنه لا يريد فريق آخر يستفيد منه ممكن وكان واضح أنه اللاعب غير قادر على التعقل مع الفريق هناك مشاكل معينة إريكسن كان يجب أن يتم استبداله أيضا في الصيف أن يخرج من توتنهام اللاعب لا يريد أن يمدد عقده معاكم متبقي له عام على عقده يعني تستفيد منه مادياً صحيح سيخرج بمبلغ زهيد في الشتاء لم يرحل مجاناً في الصيف المقبل مهما كان المبلغ الذي يخرج فيه على قل تحصل تعويض يعني أجب أن تبعد المشاعر في هذه الأمور توتنهام ريال مدريد إدارة الانتقالات عندهم يعني خاطئة كثيراً تماماً تماماً نحن متواصلين من مراد تيكي تاكا متواصل معكم لكن بعد الفاصل أهلاً بكم من جديد كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أوليسون شاير المدرب الفني لفريق مانشستر يوناتر الإنجليزي يحظى بدعم الجميع ومنصبه غير مهدد رغم سوء النتائج ويقبع الشياطين الحمر في البركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدور الإنجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط فقط جمعها من انتصارين فقط مقابل ثلاث تعادلات وثلاث هزائم صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة أكدت عبر مصادرها داخل النادي أن المدرب النرويجي الشاب يحظى بالدعم من جانب عائلة جليزر ونائب الرئيس التنفيذي إيد ويدورد وكذلك مجلس إدارة النادي مراد دعم لافت لسول شاير وهو لم يحقق أي شيء حتى بأنه نتائج متواضعة جدا ما المغزى من هذا الدعم؟ لأن الإدارة تعرف أنه هي المخطئة الصيف الماضي تم الاستغناء عن لوكاكو سانشيز تسمع كثيرة وليما تم تعويضها بمهاجمين على سبيل المثال الفريق فيه نقص كبير يعني الشكل الفريق الكامل فيه أمور خاطئة تحصل لا أعتقد أن سول شاير هو لوحدة يتحمل المسؤولية وبالتالي تجديد الثقة بالمدرب من أجل استمرارية العمل حصوصا أننا نحن هلأ بشهر أكتوبر لا يمكن تعديل أي أمور يجب الانتظار حتى شهر يناير المقبل من أجل الحكم النهائي على مستوى سول شاير بعيد نقطتين فقط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر والمركز هذا المهدد بالهبوط للشامبونشيب هل هذا مانشستر رونيتد الذي ننتظره؟ طبعا هي أسوأ نصحة من مانشستر رونيتد من عقود من الزمن أوكي تراجع الفريق لم يكن منافس ولكن الوصول لهذه المرحلة لا طريق بمانشستر رونيتد ومن يتحمل المسؤولية كما تحدثنا والإدارة ونفسه إدويد ورد تعاقدات مع أسماء بمبالغ كبيرة لم تلت اثمارها دائما تعاقدات فاشلة في مانشستر استبدال مدرب المستمر كلها أمور حاليا من شاهد عرض الواقع صحيح أصبح المدرب استيفانو بيولي هو المرشح الأكبر لتولي مسؤولية تدريب فريق ميلا خلفا للمدرب المقال ماركو جيان باولو ولا يعتبر بيولي من مدربي صف الأول في الكرة الإيطالية لكنه يجد دعما من المدير التقني باولو مالديني والذي يرى أن لديه إمكانيات جيدة على مستوى التكتيك وأنه سيكون مناسبا للفريق المدرب المولود في بارما صنع اسمه مع فريق كييفو فيرونا ثم بولونيا وحاز على فرصة تدريب لاتسيو والذي حقق معه إنجاز الوصول لدور الأبطال وتحقيق المركز الثالث في الدور الإيطالي وهو أفضل إنجازاته على الإطلاق جيان باولو يعني فشل ذريع مع ميلان صحيح يفاز في المباراة الأخيرة على الجنوة بشق الأنفس بيولي هل ترى بأنه مدرب بحجم نادي مثل ميلان؟ هذا الخيار بيولي أن ميلان أدرك حجمه يعرف إنه هذا ليس ميلان المنافس يعرف إنه لا يريد ينافس على اللقب أو الإنجازات الحققة هذا مدرب معلات الشتاء ولدور الأبطال أوروبا صحيح مراكز هذا ما يريده ميلان في الوقت الحالي يريد أن يعيد البناء تدريجيا الاعتراف أنه أصبح فريق متوسط ميلان هو بداية التصحيح لأنه يدرك أن التعاقد مع أسماء كبيرة من تغير من الواقع الحاصل في ميلان تماما مثل ما ذكرنا من ماتشستر رونياتيد أندية كبيرة ماتشستر رونياتيد أو ماتشستر أو ميلان الخطأ قلت أنه إداري في ماتشستر هل تعتقد بيننا الإدارة ترتكب أخطاء أيضا في ميلان؟ أعتقد أن ميلان ممكن فيه أخطاء حصلت في السابق هناك تراكمات ولكن الفرق القوة المادية عن ماتشستر لا يمكن مقارنتها مع ميلان وبالتالي أخطاء ماتشستر أكبر بكثير من ميلان لأن ميلان يتعامل بالموجود يحاول يصرف على حسب الميزانية الموجودة عنده ولكن ماتشستر منزانية متوفرة وتعاقدات فاشلة وواحدة طلب الأخرى ذكرنا بأنه كان أسماء كثيرة مرشحة لخلافة جيان باولو فينجر سباليتي سباليتي استبعدها في اللحظات الأخيرة أو لم يعد متاحبة بطريقة ممكنة بيولي هل تعتقد بأن بيولي سينجح مع ميلان؟ هل هو قادر على قيادة فريق صاحب تاريخ كبير كميلان؟ ما هو أهلا نتكلم عنه حسب الأهداف المحطوطة بيولي ليس مطالب منه المنافسة على اللقب مطالب ينهي في مركز الست الأوائل حتى ليس الأربع الأوائل يعني على الأقل يعيد الرونق لميلان تدريجيا هذه هي بداية العمل حاليا بيولي هو رجل جيد لهذه المرحلة لو أن ميلان ممكن بإمكانيات لينتر ونابولي وغيرها من الفرق ممكن كان يتكلمنا أنه لا يجب أن يكون ينتد المدرب رقم واحد كارلوان شلوتي يعود للفريق غيرها من الأسماء ولكن الإمكانيات الموجودة واللاعبين متوفرين لا تسمح بأكثر ضعيفين للغاية تماما تماما لا زال شعور الاستياء يلازم جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد من المعاملة التي يتلقاها من المدرب زين الدين زيدان وهو ما دفعه للتفكير جديا في الرحيل عن الفريق الملكي خلال الصيف القادم وارتبط اسم بيل طوال الصيف المقبل الصيف الماضي عفوا بالرحيل عن ريال مدريد بعد أن أكد زيدان أنه خارج خططه للموسم الجديد مع عدم تلقيه أي عرض مناسب وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن غيرث بيل مستأمن زين الدين زيدان بعدما وجد اللاعب نفسه خارج قائمة الفريق لمباراة كلوب بروج في الجولة الثانية من دور أبطال أوروبا بدون سبب وخاصة وأنه لم يكن مصابا أو متعبا غيرث بيل يعني تعود للقصة للظهور مشاكله مع زيدان إصابة أسينسيو هي التي سمحت له بأن يبقى مع ريال مدريد وفضلوا عدم بيعها الآن عادت هذه المشاكل هل تعتقد بأنها ستؤثر على فريق ريال مدريد بشكل عام؟ أعتقد أنه حتى لو شاهدنا وراء الأخيرة كان في صورة حلوة انتشرت على السوشال ميديا أنه بيل وجنبه عبارة ليف بالإعلان أنه يرحل يعني أنه الجميع يريد رحيله مدرب لاعبين جمهور هو الوحيد المصر على البقاء يعني أنت في بيئة لا أحد يريدك يعني هو بيل الملام أنه الاستمرار مع ريال مدريد يجب كان أنه يرحل إلى فريق آخر أعتقد أنه هو يتحمل ما يحصل له ومن ناحية أخرى هذه المشاكل المتكررة الفردية مع لاعبين أعتقد أنه ستنفجر في توقيت معين من الموسم كما حصل مع ريال مدريد في الموسم الماضي عندما خرج من جميع الجبهات في أسبوع واحد ما يحصل مع ريال مدريد هو مثابة قنبلة يعني قابل للانفجار بأي وقت خلال الموسم لا ندري ما سيحصل بعدين تماما خاصة أن بيل منح هذه الفرصة بعد إصابة أسينسيو ولم يستفاد منها لم يحقق مركزه أو لم يثبت نفسه مع زدان هو قدم الشام براكسه وعمل واجتهد وشيء ولكن عندما يحصل استبعادك من قائمة فريق أوروبية وغيرها هناك أمور خلف الكواليس في التدريبات أمور شخصية مع زدان يجب أن يكون لها حل أو رحيل أحدهم بعكس ما حصل مع خيميز رودريجز يبدو أن خيميز يستفاد من الفرص المتاحة له ويتألق حاليا مع ريال مدريد نحن متواصلين مرات فاصل قصير ونعود لمتابعة تيكي تاكا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم التحرك من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليا نمبابي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة ويقال أن المهاجم الدولي الفرنسي الذي سجزل 62 هدفا في 92 مبارات مع باريس سان جيرمان منفتح على مغادرة ملعب حديقة الأمراء في حال فشل ناديه في دور الأبطال أوروبا مجددا وأشارت مصادر صحفية أن بطل الدور الإنجليزي حريص على ملء الفراغ المحتمل الذي سيتركه سيلفا بضم مبابي والذي تقدر قيمته بنحو 268 مليون جنيه سترليني من قبل باريس سان جيرمان أرحب فيك مرة أخرى مراد مراد هل تعتقد بأن كيليا نبابي سينجح مع خطة لعب كلاعب جواردولا في حال انضم إلى ماتشستر سيتي؟ بالطبع سينجح لأنه نتكلم لعب مثل رحيم ستيرلين على سبيل المثال يسجل هاتريك في مباريات فما بالك نبابي مع جواردولا صحيح زائد انبابي نفسه هو من أبرز الاستثمارات للمستقبل هو أفضل لعب شاب موجود ممكن في الساحة حاليا لعب مهاجم متكامل سريع يعني حتى بهذا السن هو متوج بلقب كأس العالم وبأداءه كان مؤثر فيه أعتقد أن انبابي مسألة رحيله عن باريس سان جيرمان مسألة وقت ولكن أعتقد أن رحيله لماشيستر سيتي سيكون صعب تحديدا لأن المنافسة بين باريس سان جيرمان وماشيستر سيتي لها أبعاد كثيرة مختلفة حتى غير عن رياضة يعني ممكن لو خرج يرحل إلى ريال مدريد أو غيرها أو لا يتم بيعه لماشيستر سيتي هل ترى بأن اسم جواردولا سيكون عامل جذب للاعب مثل كيليان مبابي ليكون معه تحت قياته ويلعب تحت قياته هل سترى بأن تأثير تاريخ ريال مدريد وعظمته ستؤثر بقرار كيليان مبابي هو جواردولا طبعا من قرار مؤثر ولكن في الوضع الحالي نتكلم فيه الأموال أصبحت هي مؤثرة كما ذكرت يعني لاعب مثل كرحيم ستيرلين لاعب مثل ساني هذول اللاعبين تألقوا معه نعم استقلق أفضل ما لديهم تماما حتى محرز حتى غيرهم حتى أجويرو في آخر مراحل يعني بآخر سنتين تألق معه أجويرو ما كانت أهداف صحيح بس أنه حتى ستيرلينج بسنجل هاتريكس هذا ما صارت يعني مع ستيرلينج طول مسيرته صحيح ولكن هي الأموال هل سيتوصل الفريقين الاتفاق مدى رغبة اللاعب بالذهاب لإنجلترا لأنه دائما يريد أن يذهب لإسبانيا كذا مرت كلام عن الموضوع وكأنه مدريد وبرشلونة فكلها عوامل ستؤثر في النهاية لكن نبابي لديه قصة مؤثرة كقصة نيمار أمامه وأمام عينيه يعني أنه لا يبحث عن المال يريد أن يعود لبرشلونة قد تكون هذه عامل مؤثر أيضا في قرارهم بهبي ممكن هذا عامل مؤثر ولكن أنه نيمار نفسه يجعب بريسا جيرمال للأموال يعني أن نيمار هو ليس قدوة يتبعه ممكن إن بابي كان قدوته كريستانا رونالدو وممكن أوكي يتابع كريستانا رونالدو ومسي هم قدوة واحد يتابعهم حتى دافيد سيلفا في مانشستر سيتي ولكن أعتقد أنه نيمار يعني عامل إجابي مع اللاعب في الفريق هل ترى موضوع الظلم الأعلامي الذي يتعرض له مانشستر سيتي يعني كما رأينا جميع اللاعبين مانشستر سيتي لم يتواجدوا في التشكيل المثالية لأفضل لاعبين في العالم حتى لم يتواجدوا في القوائم اللاعبين أفضل في العالم هناك ظلم إعلامي للاعبي مانشستر سيتي هل ترى بأن هذا الظلم الإعلامي سيؤثر على قرار لاعب مثل بابي بالانتقال؟ أم أن الموضوع مادي مثل ما ذكرت سيكون للبحث عن مجد مع ريا المدينة؟ إنجلترا بشكل عام عندها اهتمام إعلامي داخل إنجلترا وفي شرق آسيا أو أمريكا في أوروبا ما زال الاستمرار الإسبانية والإيطالية حتى إيطاليا مع تراجعها عندها قوة إعلامية من سنوات متتالية سنوات طويلة دائما إيطاليا وإسبانيا هي في الواجهة ودائما هي الأكثر تأثير على الإعلام إنجلترا دائما يركزوا عن نفسهم أكثر ما يركزوا عن انتشار هذا العكس على اللي حصل في الجوائز الماضية تماما وصلنا إلى قصتنا الأخيرة الاعتماد على المدربين الشباب من التجارب التي تسعى لها الأندية في السنوات الأخيرة خاصة مع الطفرة التي عاشها بعض الفرق بعد الاعتماد على شبابها مثل برشلونة والحالة الفنية القوية التي عاشها تحت قيارة بيب جوارديولا وكذلك ريال مدريد الذي حقق لقب دور أبطال أوروبا في ثلاث مواسم متتالية تحت قيادة زين الدين زيدان في هذا الفيديو نستعرض قائمة بالمدربين الأصغر سنا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى نستعرض قائمة بالمدربين الأصغر نستعرض قائمة بالمدربين الأصغر لاحظنا لاعبين شباب أغلبهم مدربين ألمان ناكلسمن مدرب لايبزيك الألماني حاليا يحقق نتائج لافتة مع لايبزيك حتى في دوري الأبطال تجربة المدرب الشاب بعد جوارديولا وزيدان وكما نرى الآن مدربين هل تعتقد بأنها جيدة لكرة القدم؟ هي ممكن من أجل التقارب مع الأجيال الصاعد لأنه فيه فرق أجيال حاصل في الوقت الحاليا يعني عم شاهد جيل الحالي لاستخدام التكنولوجيا وغيرها والكلام هذا هذا المدربين الكبار بالسن ممكن هناك فوارق السنية من ناحية أخرى لاحظنا أنه أغلب المدربين الصغار في ألمانيا لأنه ألمانيا تعتمد على التيمورك العمل الجماعي المدرب هو عبارة يمتلك مجموعة متكاملة معه مساعدين ومحللين أداء وغيرها وفي النهاية هو واجهة فهذا السبب أنه في ألمانيا تعطي فرصة للمدربين الشباب لأنه خلف الكواليس في معاهم كالناس لديهم خبرة يعملون معا للوصول إلى حاليا هناك مدربين كفينجر وكمورينيو بدون عمل وأن هناك مدربين شباب حاليا يستلمون دفة قائلة أندية محترمة صحيح لأنه بس المدربين الشباب يقبلوا بأي مشروع مثلا مورينيو وفينجر يبحثوا عن مشاريع معينة وحتى فينجر قال أنا جتني عروض من إجلترا ورفضتها عشان أرسنل ومورينيو أيضا يبحث عن فريق بطريقة معينة بينما مدرب الشاب يمكن يقبل بأي مشروع طموح يشتغل فيه هل هي مفيدة لكرة القدم هذا السؤال هل هي لايبزيك فريق واعد وفريق حاليا يتصدر أو دائما بين أربع الكبار من سنتين أو ثلاث سنوات حاليا يلعب دوري أبطال أوروبا ألا تعتقد أن فريق كلايبزيك يحتاج مدرب صاحب خبرة أكثر لماذا الاعتماد على مدرب شاب هذا نفسه المدرب كان مع أوفنهايم وحقق نتائج مميزة أيضا هي بالنهاية الفكر وطريقة أداؤه إذا يقوم بالعمل المطلوب منه فما المانع حصوصا أن ألمانيا بالعكس هي ممكن أنها مميزة في ألمانيا أنه تملاح فرصة للشباب بعد عشر سنوات سنشاهد عدد كبير من المدربين حتى يورجوني كلوب بدأ في ألمانيا في سن مبكرة وغيره ما دول مدربين الشباب يخرج الساحة تتغير أفكار يجربوا تقليل جديدة في تدريبات تعوض الاعتماد على نفس الأسماء والتغيير متبادل بينهم صحيح على أمل أن نرى تجارب ناجحة كغورديولا وكزيدان أنا أشكرك مراد المصري الصحفي الرياضي نورتنا في حلقة اليوم شكرا ميلا أهلا فيك بهذا نصل إلى ختام تيكي تاكا على أمل أن نكون قد وفقنا في نقل آخر أخبار وشائعات النجوم وآخر توقعات سوق الانتقالات في العالم نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد تحياتي وتحيات أفراد طاقم العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر